أعزائي متابعين قناة تركاية وحكاية الكرام أهلا وسهلا بكم وكل سنة وحضراتكم طيبين علشان لو مسافرين الساحل الشمالي أو مرسى مطروح سواء في العيد أو في الصيف اعرف إيه الجديد في طريق اسكندرية مرسى مطروح ساحلي بس الأول شرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلك إشعار بكل الحلقات الجديدة لايك وولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض أنا أخوكم مراد محمود ويلا نبدأ توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدرورة حل مشكلات طريق اسكندرية مطروح الساحلي المشكلات اللي كنا عرضناها في حلقة سابقة بناء عن آراء حضراتكم فتم عمل جزيرة خرصانية تفصل اتجاهين البطيء لمنع السير العكسي وخلال جولة تفقدية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض محاور الطرق لمتابعة سير الأعمال بها أكد على أنه لم يتم الانتهاء بشكل كامل ونهائي من تطوير طريق اسكندرية مطروح الساحلي وأن سيادته يتابع بشكل شخصي جميع شكاوى المواطنين كمان وزارة الداخلية كسفت خدمتها المرورية بطول الطريق نظرا للإقبال الشديد للمواطنين على الطريق خلال فترة الأعياد ومن المعروف قرب انتهاء تطوير طريق اسكندرية مطروح الساحلي بطول 55 كيلو متر من الكيلو 101 للكيلو 156 التطوير شمل توسيع الطريق ليكون 6 حارات في كل اتجاه مع عمل 9 كباري دورانات للخلف قبل ما تطلع كبري الدوران ومن خلال اللوحة الإرشادية المنتشرة بطول الطريق لازم حضرتك تكون واخد القرار كويس وما تتردتش سواء كنت هتكمل في الطريق أو هتطلع الكبري لو حضرتك في السريع وحتطلع كبري الدوران للخلف هتلزم أقصى اليسار لو حضرتك طلعت الكبري أول نزلة هتقابلها هتنزلك في البطيق في نفس الاتجاه أما لو عايز تنزل في السريع في نفس الاتجاه فهتنزل من تاني نزلة أما لو هتلف في الاتجاه الآخر فتالت نزلة هتنزلك في البطيق ورابع نزلة هتنزلك في السريع لو الحلقة عجبت حضراتكم ياريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلكم إشعار بكل المتابعات لمشاريع مصر الجديدة لايك وولولي في التعليقات حضراتكم كنتون لايك رقم كام علشان نعرف بعض أنا أخوكم مراد محمود وشكرا لكم